السلام عليكم انا ارحب الجميع في قناتي جورجراكفيزين اشتراك بالتفعيل الجرس هكذا تضمن وصول جميع جديد الوصفات اليوم كما ركت لاحظه ندير مع بعض شربت بالليمون بطريقة صحية مغذية يعني تولم سهارات الصيفية وسهارات شهر رمضان المبارك ندير غير الوصفة بالعربية يعني بما انه فيديو قصير تابعوا اخواتي الفيديو وفرجة ممتعة هنا عندي كاس كبير تع عصر الليمون او الحامض حصروا زوج او ثلاث او ثلاث او صغر او ثلاث او ثلاث او صغر اضعوا هكذا في ميكسر او باتر واذا عندكم اضعوا هكذا كاس ماشي معمر السكر ولكن هنا نعطيكم تدبيره كي تضمنوا يذوب السكر مليح اضيفوا عليه ثلاث مغارف او او اربع مغارف كبار تعمى قبل ان تضعوا مع العصر الى لاحظتوا في بعض الاحيان نخدموا هكذا عصر في الدار ونضيفوا مباشرة السكر للليمون ما يذوب الشيوقة هكذا كحبيبة هذي تدبيره نتمنى استفادوا منها نتمنى استفادوا تدعيوا لي بانسو ميكسيوهم مليح ولا خلطوهم مليح هكذا يذوب بمليح السكر يقول لي السائل سافي كما رابلكم في سهرات رمضان او لا في سهرات الصيف هكذا نحبوا ديجو هكذا يكونوا بردين بدون منكهات اصطناعية ولا مواد حافظة يعني يكون صحي بسف بسف وغني بالفيتامينات المرحلة المولية نضيف حليب حليب أخواتي هنا نصيحة غليه قبل وغليه يبرد لا تضيف حليب كوندية لا تضيفه للعصير بما تغليه تغليه نحو كمية صغيرة حوالي نسكس اضيف عليه نكهة التي تحبه نكهة الفانيليا أو الليمون أو الفيرولة هذا اختياري تقدروا تستغنوا عنه هنا أخذوا يا أخت بذوق فخز بعد ما نضيفه بعد ما نضيفه أو خلطناه عودوا فرغوا في الخليط الأول تحصلوا على صدقوني عصير بنين بزاف 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 نصحكم ثم تجربوا وضيفوا عليه الماء يعني ما زال تزيدوا عليه تحصل على كمية كبيرة تقدروا تضيفه وأ Delhi تحصلوا حتى زوج ثلث 3 2-3 لتر حولك تقدروا حكذا بشريح الليمون هذا هل هذه نحبه بزاف يعني مليح الكبار والصغار نتمنى انكم حدثت من الفيديو يعني برك ملاحظة ما تنسو ليش بالدعم بالاشتراك والتعليق واللايك هنا ملاحظة ثانية تقدروا تعاوضوا عصير الليمون بعصير البرتقال يأتي أيضا بنين بزاف بزاف على هذا أخواتي نخليكم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء في فيديو آخر في وصفة أخرى نحبكم بزاف 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر